إذن مشاهدين دعونا أن نرحل مباشرة من بيروت بالإعلامي أمين أبو يحيا صباح الخير وأهلا بك في يوم جديد صباح الخير صباح النور كارلوس صباح النور روان ومن بيروت للقاهرة تحية لجميع الزملاء بقناة الغد تحية لبيروت وسلمنا على بيروت أمين إذا بدنا وصل وصل كارلوس إذا بدنا نبدأ هذه الفقرة مع حضرتك يعني منعرف دايما بيطلقوا على الشخص أنه شخص عنده كاريزمة يمكن المصطلح هو مصطلح قديم يوناني وبيعنى الهدية أو التفضيل ولكن إذا بدنا نتكلم أكتر عن الكاريزمة اليوم منقول شخص عنده كاريزمة أو سيدة عنده كاريزمة وأوقات منقول أن الكاريزمة يمكن بتكون هي أكتر من الجمال يعني منقول هذه السيدة اليوم عنده كاريزمة ولكن مانا كتير حلوة فيريت بسك بالأول نعطي مفهوم أكتر عن مصطلح الكاريزمة الكاريزمة كلمة سحرية جميلة جدا كل واحد يتمنى أن يكون عنده هذه الكاريزمة الكاريزمة يعني قوة الشخصية تقرب من الآخرين القدرة على الحضور يكون عنده وجود لما يفوت على أي مجتمع أو أي اجتماع أو أي مكان يقدر يتواصل مع الناس بشكل مباشر ويكون فيه رهبة وهيبة الكاريزمة شغلة كتير حلوة بدي أقول أنه هذه بتخلق مع الإنسان بمعنى بتربى معه يعني حسب ما نحن من رب أولادنا بنقدر نقويلهم هذه الكاريزمة أو لأ وممكن اكتسابها من خلال تدريبات معينة بس مش مين مكان يقدر يكون عنده هيدا السحر السحر الشخصية يلي بس ينسحب من المجتمع يقدر يكون يترك أثر من بعض ما يفيل يحكو عنه العالم فهيدي شغلة كلنا منحاول نوصلها كنت قلت سيد أمين أنه الشخص اللي بتمتع بالكاريزمة دائماً بننظر له نظرة أنه عنده السحر هذا السحر بيكون خاص فيه فشو هي مواصفات الشخص الكاريزماتي بنظرك؟ صفات روان يعني تقريباً ذكرتوها بالتقرير الانفوغرافيكس بس أنا خليني زيد شغلة مش مين مكان بيقدر يكون عنده الكاريزمة بدي يكون عنده الذكاء بدي يكون عنده قوة الشخصية بدي يكون عنده الابتسامة القوية وبدي يكون عنده ثقافة عامة ليقدر يفوت على المجتمع ويحكي بكل المواضيع اللي بتكون مطروحة قدامه والأهم من هذا كله روان وكارلوس أنه لازم الكاريزماتيك بورسون الشخص اللي عنده هذه الكاريزمة يكون قادر يسمع للآخرين مش بس يحكي عن حاله يعني يقدر يبعد شوي عن الأنا ويقترب من الآخرين يسمع مشاكلهم يقدرهم يعطيهم إيمتهم يعني هذا الشخص الكاريزماتيك اللي بيقدر يكون يبرز شخصيته ويترك أثر بالمكان يلي هو موجود فيه طيب أمين كنت تكلمت برضو من الصفات الموجودة لازم يكون عنده قوة الشخصية قوة الشخصية مفهومها اختلف على مدار العصور والأجيال أصبح الشخص يقول لك أنا عندي كاريزمة لهيك أنا عندي قوة شخصية وقوة الشخصية تترجم باللفز ولكن بقلة الأدب أوقات بنقولها أنه هو مخدها بانطبال شخصي أنا شخصيتي أوية يعني لازم أكون قليل أدب شو ممكن نرد عن الأشخاص اللي بيكون عندهم هذا المصطلح أو هذا المفهوم أو هذا الاعتقاد روان هيدا المفهوم خاطئ كليا خاطئ كليا بدي عيدها لأنه قوة الشخصية ما بتكون بالصوت العالي وما بتكون بالألفاظ المسيئة للآخرين وما بتكون من خلال تقليل قيمة الآخر اللي موجود قدامنا مين ما كان يكون القوة الشخصية بتكون بالهدوء لما أنا بكون هادئ وعارف حالي شو عم بحكي ماني مضطر لا صرخ ولا استعمل ألفاظ مسيئة بحق الآخر بالعكس قوة الشخصية هي الهدوء والابتسامة والثقة بالنفس وشو ما كان الشخص اللي قدامنا عم بيستفزنا ندلنا محافظين على رباطة الجأش ونقدر نرد عليه بطريقة ممتازة هيدا هي قوة الشخصية مش بالصراخ ولا بالصوت العالي اللي عم نشوفه كتير مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي وعم نشوفه من قبل بعض القاضي السياسيين وبعض الفنانين وبعض البابليك فيجرز الشخصيات العامة الموجودة بالمجتمع العربي أمين هل الكاريزما بترتبط اليوم بوظيفة الشخص يعني اليوم فيه أشخاص بتكون وظيفتهم يمكن بتسمح لهم ولا بتحتم عليهم أنه يكونوا بشخصية معينة هل هذا الموضوع بيرتبط يعني الكاريزما بترتبط اليوم بنوع العمل ممكن ترتبط بنوع العمل إذا كان الشخص عم بيشتغل بمكان هو عم بيكون قائد على مجموعة بمعنى تيم ليدر إذا كان تيم ليدر يعني بدي يكون عنده هذه الكاريزما وقوة الشخصية لا يقدر يستمع للآخرين ويكون شخص قادر على اتخاذ قرارات لأنه الكاريزمتيك الشخص الكاريزمتيك اللي عنده الكاريزما كارلوس بده يكون قادر على اتخاذ قرارات مهما كانت وبده يقول شغلي كمان لألكم زملائي الكرام أنه بده يبعد شوي العاطفة والأحاسيس الجياشة عن قراراته لا يقدر يكون بالفعل شخصية قوية وقادرة على القيادة يعني حضرتك بتقول أنه إحنا لازم الكاريزما نبعدها تماما عن العاطفة فيه أشخاص بيعتقدوا أن هي لازم تكون مرتبطة بشكل أساسي بالعاطفة وهي موجودة بالفطرة وفيه أشخاص بيقولوا أنه من الممكن أن نحن نكتسبها بشكل كامل بعيدا عن العاطفة عن طريق التدريب وتنمية المهارات شو رأيك بهذا الموضوع؟ روان أنا مع مقول الشخص ما يكون عاطفي ويكون قاسي القلب ويكون لئيم أو متمرد مع الآخرين لا أنا عم أقول فيه قرارات بالحياة ليكون الشخص كاريزماتيك وقادر وقائد بده يبعد شوي العاطفي والمشاعر إذا بده يأخذ قرار حساس كتير يعني طبعا هو الشخص الكاريزماتيك حكما لازم يكون شخص يشعر بالآخر ويشعر بمشاكل الآخر بمجرد ما يفوت هذه بالفطرة بتجي يمكن بمجرد ما يفوت على مكان وحدا يحكي معه يقدر من خلال نظرات العيون والبادي لانجويل تشتبع الشخص الآخر لغة الجسد يقدر يحدد شو مشكلته هذا الإنسان ومن شو عم بيعاني وكيف بيقدر ساعده وكيف بيقدر حفزه فإذاً هي مرتبطة بشكل أو بآخر بالعاطفي ولكن مش من جانب اتخاذ القرارات من جانب الاستماع إلى الآخر ويكون الشخص متعاطف مع مشاكل الآخرين طيب أمين فينا اليوم نعطي التبس يمكن لبعض الأشخاص اللي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا اليوم كيف ممكن نحن نطور من الكاريزمة تابعونا شو ممكن نعمل اليوم لنوصل لنوع من الكاريزمة اللي هي يمكن بتوصل كمان لقلوب كل العالم السؤال سؤال ممتاز كارلوس وكتير مهم لأنه في ناس بيقولوا أن الكاريزمة تولد مع الإنسان مظبوط تولد مع الإنسان وتجي من بيئته من تربيته من كيفية تعامل أهله معه بالبيت الدعم يعطوه تحفيز ليكون شخصيته قوية كل ما كان فيه تحفيز من الأهل كل ما بيطلع الشخص كاريزماتيك أكتر بدي يقول شغلة ممكن تجي الكاريزمة بالتدريب ولكن بتاخد فترة لأنه أنا يعني فيت بهذا الموضوع ودربنا كتير أشخاص خلال الانتخابات النيابية في لبنان بستة أيار مايو الماضي يعني بدي يقوله أعطينا صيح للأشخاص ما يقسوا إذا حسوا أنه نحن من كاريزماتيك لا الشخصية الكاريزماتية هو شخص ذكي جدا وعنده ثقافة عامة يعني بيقدر يفوت على مجتمع ويقدر يحكي بأي موضوع بينطرح قدامه على القليل يكون عنده معلومة الثقافة العامة مقصود فيها يكون عنده معلومة من كل موضوع مش معناته يكون قارة مجلدات كتب يعني صح صح بيقدر الشخص بيقدر الشخص يكون كاريزماتيك من خلال تفاعل مع الآخرين الاستماع هايدي أهم شغلة كارلوس وروان يستمع للشخص شو مشكلته شو عنده ويعطيه مجال يحكي لا يقدر يرد عليه نعم يعني إذا كان الشخص صيب عنده بعض الصفات السلبية الفطرية كيف يمكن نعدلها لحتى تتماشى مع بناء شخصية كاريزماتية يعني هل ممكن الشخص يرجع لعلماء النفس مثلا أو لطبيب نفسي لحتى يعمل على بناء هاي الشخصية ولا من نفسه لا بيقدر بيقدر يعملها من خلال مجهود شخصي مش بالضرورة يلي ما عنده كاريزم أنه مريض نفسي أو بده يروح عند لا يتعالج أبدا هاي بتجي بالتدريب طبعا بالتدريب على مواجهة الجمهور على إزالة الخوف من داخله من خلال ثقافته العامة من خلال قراءته من خلال اختلاطه بالناس هاي شغلة كتير مهمة روان أنه الشخص يقدر يكون يفوت على المجتمع بقلب مفتوح أنه أنا فايد بدي أتعرف عليهم لهذا العالم هادي بدي أسمع مشاكلهم هادي أنا بدي أكون صديقهم بشكل أو بآخر الابتسامة كتير مهمة دايما بده يكون شخص مبتسم وإيجابي الشخص السلبي مش ممكن يكون كاريزماتيك أبدا الشخص فيه استثناءات على فكرة مثل ستيف جوبز مثلا مؤسس أبل ومايكروسوفت كان شخص مكروه ولكن كان عنده كاريزمة لأنه كان ليدر بس لاتر آن بمرحلة لاحقة قدر يطور حاله وتقرب أكتر من موظفينه ما بقى يحكي عن المنتج للمستقبل واضح موضوع كتير مهم اضطرقنا لأله مع حضرتك استاذ أمين وإن شاء الله يعني أكيد بيكون لدينا لقاءات تالية مع حضرتك وإن شاء الله كمان كل الأشخاص يلي هموا الموضوع يعني كمان يشتغلوا عن نفسهم أكتر وأكتر ليوصلوا لنوع من الكاريزمة اللي هن يمكن بتحقق لهم الاكتفاق الذاتي إذا فيها نقول شكرا لألك المدرب والإعلامي أمين أبو يحيى كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر